اشتركوا في القناة وزير البترول والطاقة والطاقات المتجددة لجمهورية النيجر التوقيع على مذكرة تفاهم بين الرزائر النيجر ونيجيريا لتجسيد مشروع خط الغاز الغراء العابر للصحراء وخلال الاجتماع ثلاثي الأطراف تأكيد على الإرادة القوية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الإقليمي الهام والواعد في فترة وجيزة الفريق أول السعي الشنغري حيوكد أن الجيش الوطني الشعبي يواصل العمل تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية على تأمين جميع أسباب النجاح للطاقات والكفاءات الناشئة ويبرز أن لا خوف على مستقبل الجزائر وهي تستمد قوتها من أبنائها خلال إشرافه على مرسم حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين النسيج الصناعي ببرج بوعري ريج يكسب رهان التصدير خارج كطاع المحروقات بفاتورة فقط 6 ملايين دولار في 6 أشهر وفي النشرة نموذج ناجح لصناعة مكابح السيارات من تزيوزو ونتابع في النشرة صهرات روسيكادا الصيفية لمة عائلية بنكهة بحرية وإلى بجاية الساحلية يتهجه مئتين طفل من إليزي للترفيه والاستجمام والاستطلاب أهلا بكم إلى التفاصيل في المستهى لاستقبل اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وزير الدولة للموارد البترولية لدولة نيجيريا تيميبري سيلفا ووزير البترول والطاقة والطاقة المتجددة لجمهورية النيجر مهمان ساني محمد اللقاء الذي جرى بمقار رئاسة الجمهورية حضره مدير الدوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلاف ووزير الطاقة والمناجم محمد عرقب وعقب اللقاء أدلى كل من وزير الدولة للموارد البترولية لدولة نيجيريا تيميبري سيلفا ووزير البترول والطاقة والطاقة المتجددة لجمهورية النيجر مهمان ساني محمد بالتصريحين التاليين لقد أمضينا اليوم نحن دولة نيجيريا ودولة الجزائر والنيجر على مذكرة تفاهم لمشروع إنجاز أمبوب الغاز الذي يربط نيجيريا النيجر والجزائر بعد وقت طويل من التخطيط استطعنا في نيجيريا أن ننجز ما طوله 640 كيلو مترا من هذا المشروع والجزائر بدورها قدمت الكثير من أجل تحقيق مستوى أكبر من التقدم بخصوصه كما أبدت النيجر من جهتها إرادة قوية للانضمام إلى هذه الجهود اليوم وقد أنضينا على مذكرة تفاهم من أجل تسريع وتيرة إنجاز أمبوب الغاز العابر للصحراء أعتقد أنه سيساهم دون شك في حل المشاكل المتعلقة بالتزود بالطاقة في القارة الإفريقية والرفع من مخزون الغاز بالقارة لقد تم استقبالنا من طرف السيد رئيس الجمهورية قدمنا له عرضا مفصلا حول اجتماع اليوم لوزراء الطاقة لكل من الجزائر نيجيريا والنيجر هذا الاجتماع هو الثالث من نوعه لهذه السنة حول مشروع إنجاز أمبوب الغاز العابر للصحراء هي إذن المرة الثالثة التي نلتقي فيها بعد اجتماع نيامي في شهر فبراير الماضي واجتماع أبوجا شهر جوان نحن متفائلون جدا خاصة وأن مجموعة العمل التي تم تنصيبها خلال اجتماعنا في أبوجا قد أحرزت تقدما ملحوظا تلقينا تشجيعا من طرف السيد رئيس الجمهورية وهنا أغتنم الفرصة لأجدد الالتزام الشخصي لرئيس دولتنا بالمساهمة في هذا المشروع الذي يكتسي أهمية بالغة للدول الثلاث بالتوقيع على مذكرة تفاهم لتجسيد مشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء توجت إذن أشغل الاجتماع الوزاري الثالث الذي يضم الدول الإفريقية المشاركة في إنجاز المشروع وهي الجزائر نيجيريا والنيجر المشروع الاستراتيجي الهام الذي يأتي على ضوء متغيرة متسارعة في سوق الغاز الدولية يعكس الإرادة القوية لمختلف الأطراف المعنية في بعث وتجسيد الخط الغازي ذو البعد الإفريقي في فترة زمنية وجيزة نجوة جدي رسالة قوية يعكسها التوقيع على مذكرة التفاهم بين الجزائر ونيجيريا والنيجر في لقاء الجزائر الذي يعد الثالث من نوعه بعد لقاء نيامي وأبو جاء فبخطوة ثابتة ومدروسة وإرادة كبيرة تمضي الأطراف الثلاثة قدما لتجسيد المشروع الاستراتيجي الخاص بأنبوب الغاز العابر للصحراء والذي سيعزز الأمن الطاقوي القاري والدولي إلى جانب عكاساته الإيجابية الكبيرة على كل الأصعدة للبلدان الحاضنة المشروعة مذكرة التفاهم وقعناها الآن أمامكم لكذلك مواصلة كل البرامج التي قررناها بالنسبة لإنجاز هذا المشروع ومن أهمها هي الدراسات للمشروع وكذلك كل جوانب المتعلقة لوضع كل لمسات إنجاز هذا المشروع مشروع الهام الاستراتيجي المشروع الأفريقي لخل بلدان إفريقيا نيجيريا والنيجر والجزائر يتفقون على مشروع إنجازه وإنجاحه في فترة وجيزة إن شاء الله هذا اللقاء هو استمرارية لالتزاماتنا السابقة سنعمل على إشراك دول أخرى تدريجيا في هذا المشروع لقد التقينا سابقا في نيجيريا واليوم نحن في الجزائر نتباحة سبل العمل معا لإنجاح مشروع أمبوب الغاز العابر للصحراء نحن نؤمن بأن الوقت قد حان لإطلاق هذا المشروع الذي سيضمن الأمن الطاقوي لإفريقيا كما سيجلب مدخيل مالية إضافية لبلداننا هي فرصة للمضي قدما معا لإنجاز مشاريع كبرى في إفريقيا نلتقي هذه السنة للمرة الثالثة في الجزائر من أجل التشاور حول مشروع الغاز العابر للصحراء التقينا قبلا في نيامي في بريال فارت وأبو جافي جوان أستطيع القول أننا جد متفائلون لمستوى تقدم المشروع المشروع جدها من لنا لما يحمله من أهمية اقتصادية كبرى المشروع يؤكد أن الدول الإفريقية باستطاعتها العمل معا لإنجاز مشاريع استراتيجية تتماشى والأهداف المسطرة من طرف الاتحاد الإفريقي هي فرصة لإثبات أنه عندما نكثف جهودنا معا نستطيع إنجاز مشاريع استراتيجية كهذا المشروع الذي من شأنه تحقيق الأمن الطاقوي لدولنا لقاء الجزائر الذي دام لساعات طويلة في اجتماع مغلق كان بحضور فريق العمل المكون من خبراء البلدان الثلاثة الذين عكفوا على دراسة التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة بدقة وتحيينها ما سيقتح المجال للبحث عن شركاء لتمويل وإنجاز هذا المشروع الواعد الذي يربط الدول الثلاث على طور أربعة آلاف كيلومتر وذكرت التفاهم جاءت ثمرة عمل دؤوب ومتواصل لمجموعة من الخبراء من الدول الثلاثة والذين يضاف إلى البعد الإفريقي في تحقيق تنمية مدمجة متكاملة يعتبر الخبراء مشروع خطي بوبي الغاز العابري للسحراء أهم الخطوات في مصاري مضي الجزائر نحو التموقع قطبا عالميا لتصدير الطاقة نادي عمي في ظوء الأهمية الجيوسية للجزائر في الفضاء الإفريقي وفي ظرف طاقوي دولي استثنائي إن بعثت إرادة بعثي مشروع خط أنابيب الغاز العابري للسحراء المرتقب بطول ما يزيد عن أربعة آلاف كيلومتر يربط نيجيريا بالجزائر عبر النيجر اللبنات الأولى لهذا المشروع العملاق وضعت مطلع السنة الجارية بإعداد البنود والدراسات التقنية والمالية وأثمرت هذا الثامن والعشرين جويليا بالجزائر أثمرت مذكرة تفاهم للشروع في تحويل المشروع إلى حقيقة تنموية على الأرض الإفريقية هناك بعديني البعد الأول هو بعد وطني والذي يهدف إلى تكريس وتجسيد الخطة الاستراتيجية لسير رئيس الجمهورية من أجل جعل الجزائر أحد أقطاب العالمية في مجال الطاقة ولكن بشتى أنواعها وذلك لأعشرات السنوات القادمة بإذن الله هذه النقطة أولى أما النقطة الثانية وهي البعد الإفريقي بما أنه نريد أن تكون الإفريقي يكون لك تنمية مدمجة متكاملة مستدامة الجزائر الشريك الموثوق في مجال الطاقة تعد حجر الارتكاز في هذا المشروع الاستراتيجي بفضل الخبرة التي تمتلكها سونطراك في مجال إنشاء خطوط أنابيب غاز واسعة النطاق وعابرة للحدود هناك ثلاثة اعتبارات أساسية يمكن أن تعطي هذا المشروع نجاح أولا المكانة الجزائرية وخبرتها في الأنابيب سواء الأنابيب البحرية التي تمده إسبانيا وأصبحت شريك استراتيجي موثوق بالنسبة للإتحاد الأوروبي عبر إيطاليا شركات متعددة الجانب الثاني طبعا أن الطريق في حد ذاته يامور بثلاث دول نايجيريا، النيجر، الجزائر وبالتالي هو أقل تكلفة أربعة آلاف كيلومتر لكن حتى الآن أصبح محل اهتمام للمستثمرين سواء مؤسسات بريتنوس أو الاتحاد الأوروبي ذاته ومن المنتظر أن ينقل هذا الخط 30 مليار متر مكعة من الغاز سنويا إلى الأسواق الأوروبية عبر بحر المتوسط، ما يعني تعزيز أمنها الطاقوية وبالتالي هو إحياء المشاريع التي تعطي الأمن الطاقوي لأوروبا بالأساس نحن نعيش الآن حيث الغاز أصبح سلعة استراتيجية مهمة جدا بالنسبة إلى تصاعد في الطلابات المتعلقة بهذا المورد الحيوي ذو البعد العالمي هذا المشروع يعكس أيضا الرغبة في تجسيد رؤية أجندة 2063 المتمثلة في قارة صمراء متكاملة ومزدهرة وقوة مؤثرة في الساحة الدولية في موضوع آخر وعقب النتائج المميزة التي حققها أشبال الأمة في شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط دولة جوانا 2022 ترأس اليوم السيد الفريق أول سعيد شنجريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنادي الوطني للجيش بابنم السوس مراسم حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في شهادتين وذلك بحضور قادة القوات والدرك الوطني قائد النحية العسكرية الأولى رؤساء دوائر وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي ومديري ورؤساء المصالح المركزية إلى جانب أولياء الأشبال المتفوقين وعدد من إطارات وأساتذة مدارس أشبال الأمة السيد الفريق أول أبرز أن هذه النتائج المشرفة دليل آخر على مدى الأهمية التي يوليها الجيش الوطني الشعبي للطاقات والكفاءة الناشئة مؤكدا أن لا خوف على مستقبل الجزائر التي تستمد قوتها الحقيقية من أبنائها وهم طالعة النخاب الوطنية مستقبلا وعمادها القوي في مواجهة أكبر تحديات ورهانات سونيا جاسي التكريم شمل الأشبال المتفوقين في شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط على مستوى جميع مدارس أشبال الأمة التي فاقت نسبة النجاح بها 98.17% بالنسبة لشهادة البكالوريا و100% بالنسبة لشهادة التعليم المتوسط بهذه المناسبة القسيد الفريق أول كلمة توجهية تابعها إطارات وأفراد الجيش الوطني الشعبي عبر قيادات القوات ووحدات النواحي العسكرية الست عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد حرص من خلالها على تقديم تهانيه الخالصة لكل الشبلات والأشبال الناجحين في هاتين الشهادتين مؤكدا أن هذه النتائج المشرفة دليل آخر على ما يوليه الجيش الوطني الشعبي للطاقات والكفاءات الناشئة ومشددا على أنه لا خوف على مستقبل بلادنا التي لا طالما استمدت وتستمد قوتها الحقيقية من أبنائها الذين هم ثروتها الحقيقية إن هذه النتائج المشرفة المحققة أيها الشبلات أيها الأشبال والتي أثلجت بحق صدورنا هي دليل آخر على ما يوليه الجيش الوطني الشعبي للطاقات والكفاءات الناشئة التي نعوِّل عليها كثيرا في المستقبل لتكون في طليعة النخبة الوطنية التي سيكون لها شرف حمل مشع الخدمة الجزائر والدفاع عنها سلاحها في ذلك العلم والمعرفة والعمل المخلص والوعي إن ما أراه اليوم أماني من نُخَب شابات خرجت من عُمق شعبنا يملأها الاعتزاز بالانتماء إلى الجزائر وتتملَّكها مشاعر الفخر وحب الوطن يجعلنا مُطمئنين إلى أن القادم أفضل بإذن الله تعالى وإلى أنه لا خوف على مستقبل بلادنا التي لا طالما استمدت وستستمد قوتها الحقيقية من أبنائها الذين هم ثروتها الحقيقية وعمادها القوي في مواجهة أكبر التحديات وأعظم الرهانات السيد الفريق أول أكد أن الجيش الوطني الشعبي سيواصل العمل على تأمين كل أسباب النجاح لأبناء الجزائر وعلى توفير الأجواء المواتية لمواصلة مشوار نماء وازدهار بلادنا ورخاء شعبنا الأبي وفي هذا الإطار تمثل النتائج الإيجابية المحققة في نهاية كل سنة تكوينية والارتقاء المحسوس للمستويات الدراسية التي يحققها أشبال الأمة في شهدتي التعليم المتوسط والباكالوريا مظهراً آخر من المظاهر الدالة والشاهدة على الأشواط التطورية المقطوعة وعلى نجاحة المقاربة التكوينية المعتمدة على أكثر من صعيد وعلى ذكر الأشواط التطورية المقطوعة فلا بد من التأكيد في هذا المقام على أن الجيش الوطني الشعبي سنيل جيش التحرير الوطني وبالموازات مع القيم بمهامه الدستورية الموكلة له بكل تفان وإخلاص للدفاع على سيادة بلادنا ووحدتها الترابية سيبقى يعمل تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية القايد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على تأمين كل سبب النجاح لأبناء الجزائر وعلى توفير الأجواء المواتية لمواصلة مشوار نمائي وازدهار بلادنا وراخا شعبنا الأبي ليقوم السيد الفريق أول على إثر ذلك بتكريم الشبلات والأشبال المتفوقين الأوائل حيث سلم لهم شهادات تكريمية وهدايا شكرا 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 في ختام اللقاء استمع السيد الفريق أول لكلمة ألقاها أحد الأشبال المتفوقين في شهادة البكالوريا باسم زملائه كما تابع بعض تدخلات أفراد الجيش الوطني الشعبي عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد قبل أن يأخذ صورة تذكرية مع الأشبال المكرمين استقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج امطال عمام رام مفوضة السلم والأمن الإفريقي السيد بانكو الأودي الذي أشاد بالتاريخ النظالي الطويل للجزائر الذي يجعل منها مصدر إلهام لحركات التحرر ضد الظلم والاستبداد في إفريقيا وأكدا أن مؤتمر ملبو الأخير تبنى بقوة مقاربة رئيسي الجمهورية سيد عبد المجيد تبون في مكافحة الإرهاب دعين الاستلهام من تجربة الجزائر الرائدة في هذا المجال في البداية أود أن أهنئ الشعب الجزائري بمناسبة إحياء الدكرى الستين لاستقلال الجزائر الجزائر لطالما كانت مصدر إلهام لحركات التحرر ضد الظلم والاستبداد في إفريقيا ركزنا في محادثاتنا على مسألة مكافحة الإرهاب وتجربة الجزائر الرائدة في مكافحة الظاهرة ونعول كثيرا على الحضور القوي للرئيس الجزائري سيد عبد المجيد تبون في الاتحاد الإفريقي من أجل تجسيد توصيات مؤتمر ملبو أين تم تبني المقاربة والتوصيات التي قدمتها الجزائر ونأمل مشاركة هذه التجربة مع البلدان الإفريقية التي تواجه هذه الظاهرة ومن الجيد أن نؤكد دائما أن الجزائر تبقى دوما عضوا فعالا في الاتحاد الإفريقي وصل اليوم جثمن الفقيد سفير الجزائر لدى رومانيا مناد حباك إلى مطار هوارب مدينة دولي الذي وفته المنية الثلاثاء الماضي عن عمر نهز 71 عاما وحضر مرسم وصول جثمن الرحل بالمطار وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة وعدد من المسؤولين وعائلة الفقيد وزملائه إنا لله وإنا إليه رجعون رحم الله الفقيد وفي الحركية الاقتصادية الآن وفي وثبة انتاجية تمكنت ولاية برج بوري ريج من تحقيق قيمة 6 ملايين و300 ألف دولار من عيدات الصادرات خارج قطاع المحروقات خلال السوداسي الأول من السنة الجارية ولقطاع الصناعة الدور الأبرز في بلوغ هذه القيمة المعتبرة المتابعة مع نوردي من عمزة السلام عليكم تفضل نحن في الخدمة الترويج للمنتوجي وكسب ريذا الزبون مبتغى يسعى إليه مصنع المواد الكهرومنزلية ببرج بوري ريش والمنافسة تفرض منطقها والبحث عن الأسواق خارج الوطن بات مجسدا بدنا بعملية تصدير الدول العربية وأول دولة قمنا معها بعملية التصدير كانت دولة الشقيقة تونس مثل في غاسالة الملابس وطبخة غازية هناك اتصالات أخرى من دول إفريقية وهناك متعامل في دولة الكاميرون نحن فعل اتصالات حثيثة معه التصدير طال كذلك مواد التنظيف والتطهير فمنتوج الكلور ومشتقاته الذي يستجيب لمعايير المرجعية الصناعية يعرف طريقه إلى تونس أسبوعيا بدت الكلور ليستخدم في إنتاج المواد التنظيف ومعالجة المياه بونا نغطي نسبة 80% من السوق المحلي ورنا قائمين ثاني بعملية التصدير مثل تونس لنغطي الهاشة أسبوعيا قيمة 60 طن إلى 100 طن وعندنا انتصالات مع بلدان إفريقية وأوروبية رأينا إن شاء الله في الطريق الصحيح الصناعة البلاستيكية تمكنت من الولوج إلى أسواق الخليج وحازت على حصص من السوق هناك وهذه المواد المغلفة ستنقل بعد أيام قليلة نحو الإمارات نحن بصدد عملية التصدير نحو الإمارات العربية المتحدة وهذه ليست لأول مرة تعتبر حوالي ثمن عملية التصدير في مدة زمن معينة قصيرة تعتبر سنة حوالي لدينا عملية التصدير للشهر الجاي إن شاء الله للسلطانة عمان دلنا عملية واحدة لقطر وفي عملية التصدير الشهر القادم إن شاء الله لفرنسا ولاية برج بعريريج حققت خلال السنة الماضية سنة 2021 16 مليون دولار وفي هذه السنة خلال السوداسي الأول من جنفي إلى غاية 30 جوان لسنة 2022 حققنا 6 مليون و300 ألف دولار هناك تصدير للدول أوروبية على غيرار بلجيكا وإيطاليا ودول أفريقية على غيرار مصر ليبيا، تونس، نيجير، سينيغال وغيرها وحتى في أمريكيا فيما يخص كندا وغيرها من الدول هناك أكثر من 260 متعامل اقتصادي ينتج أكثر من 631 منتوج هو السعي الدؤوب إلى الرفع من الإنتاج الصناعي وتحسين نوعيته وتغطية حاجة السوق الوطنية وتصدير الفائد منه وقبل تصدير يراهن المستثمرون المحليون على تغطية السوق المحلية نقف في النشرة عند أحد النماذج الناجحة في الاستثمار الصناعي من ولاية تيزيوزو حيث تبرز تجربة صناعة مكابح السيارات لاخذر كعوان أربع سنوات منذ افتتاح أبوابه تمكن خلالها المصنع الخاص والمتخصص في صناعة صفائح فرامل المركبات الخفيفة والثقيلة من فرض علاماته التجارية في السوق الوطنية فاتحا بذلك أكثر من 100 منصب شغل شباب منطقة ميرا دون الكادر المعاونة اللوندي إرعاون المليح إن شاء الله سعيونة جاكوالي غيرت سعوانة جاكوالي غيرت دولة إن شاء الله عن السيوازة نخدم حمد 40% لتوطة انتيجراتي اللوزي ناقينه يبود صح صح يبود أتصموكا لخدماء الحاج يصفرحن الحاج يسوي سالان زوخ كسان اخصوم ماج مركدة وضيجان الفوصة رفاقية جزتا قوتي صفيدي حاجة العادة بكفاءات جزائرية خريجة الجامعة طاقة عطائها يترجمها انتاج مليوني وحدة سنويا من صفائح الفرامل وفق المقاييس العالمية دائمه التكوين والمرافقة هوا إذن نموذج لمشاريع من شأنها تحريك وعجلة الاقتصاد؟ نحو اكتفاء محلي لمنتوج أصلي يعكس استراتيجية الدولة في دعم والتطوير قطاع الاستثمار الصناعي ببلادنا ورهان الأكبر يبقى تحقيق الأمن الغذائي من خلال تنويع الانتاج الفلاحي حيث تتضاعف الجهود للرفع من المردودية ومن وهران تجربة رائدة في زراعة صنف جديد من فاكهة الخوخ المعروف ببيرتا بدت بوادر نجاحها بعد ما استحدثته فلاحون من منطقة بوسفر ببلدية عين التورك على أن تعمم لاحقا خير بطالب نحن هنا بمنطقة بوسفر بلدية عين التورك المعروفة بالفلاحة الجبلية عم الماحي أحد فلاحية المنطقة فعلى مساحة 22 هكتار يعمل على تطوير غلته بنوع مميز من فاكهة الخوخ بيرتا نقريفوها 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 ومن بعد اللوز تقعد عامين ثلاثة عجابة نقريفوها ولكن نوري لك القريفة غيب المطارة عربي ومكيش لانغري نحن لا نجلوش لانغري لا نجلوش برودوسيميك طابعي كي يجي الخريف نبقوا نشتوا فيها تحت الصجرة نبقوا نشتوا فيها هذه تقدب النحتة اللي عام الجاي عليها تقدب تقدب واحدة ضل وتقلب البرود والصجرة تأكل تأكل من الحجرة هذا سنتظر اللي وريدها لك يأتي جنيو هذا النوع من الفاكهة مع نهاية شهر جوليا أين يسعى هذا الفلاح المحب لأرضه للرفع من مردودها وتعليم زراعتها لأبنائه وأحفاده أنا في هذه الأرض من اللي حلين عينينا ببرسك مع الشيباني وعلى الشاشرة أخوتي ونحاول ونحافظ على هذه الصجرة بسك هذه القالية هذه رها ببرسك واللي في الإنقراض وشتنا مع الكبار اللي كانوا عندنا الكبار لا يرحمهم مشتنا هذه البرطة كيفاش يخدموها كيفاش يلقموها كيفاش تعيش الصجرة التيحها على حسب المنطقة هذه البرطة جابوها ورقوا تشوفوا الناس هنا رهمين رهمين تجوا يحاولوا باش يحافظوا عليها عم الماحي نموذج من المستثمرين في مجال إنتاج الفواكه هدفهم تطوير هذه الشعبة والرفع من مردودها المحلي ولأنهم رفعوا تحدي الوفرة والجودة استقرت أسعار الخضر والفواكه في أسواق الجملة والتجزئة ما لقى ارتيح المواطن واستحسانه العين من العاصمة في رصد ميداني لكريم الشمود بين الوفرة والجودة تختصر معادلة تحديد أسعار الخضر والفواكه عبر حلقة بيع متسلسلة فمن الفلاح إلى بائع الجملة يتضح المشهد نجيبها من الفلاح نجيبها بسعر؟ نعم بسعر ما تزيد لها في الجملة؟ 100 دولار و1000 فلاح كونها له كيفة أسعار الخضر والفواكه وكل أسعار الخضر حبط شوية بسنجا كان ألفين كان طماطيش كانت ميل كان عليها كل سومكتي هنا أسعار هي مليحة الطرشرة نجيبها من سطيب حتى الهنية من الفلاح حتى الهنية نجيبها من الفلاح نجيبها من ربع ونص احناها 3500 ونص بيون مليا دوره في الواد ديرها من ربع 8000 حتى الالسة 1500 هناك ديرها ربع ونص كما نستطيع ان كانت غالي عطلون دو كارونت سيبقى احتب ديميل الكنزميل ترزميل نظرنا عنها بشوية مثلا دوز ترز حتى الالفين 22 ميل الدلارها من خمسة moveuje حتى الربع لاف دلارها شباب الله يبرك جيبهم الفلاح знتكاثة ونحن بالسوق التقين بتجار التجيء المتسوقين رذا تجار التجزئة انعكس بدوره عبر طاولات بيعهم انخفاض محسوس في أسعار الخضر والفواكه لمسناه عبر أغلب أسواق التجزئة بالعاصمة وأمام هذا الانخفاض ارتياح للمواطنين يلخصه مشهد العرض والطلب نقصة كورجات صعبة حملة التي كانت قبلها يعود كين الخيرها كديرا كمام الحمدر البيعيان يكون قدر مقابلين في هذه السمانة باقرار الامر هنا تقدر تحرير انتاوش حبيت ومعطي الشرائية خمسة الف كاليو بيحار بعالف هم قدام قريجي الاسعار هاي صور خوي صور الاسعار استحسان يعزز القدرة الشرائية للمواطن في ظل وفرة المنتوج المجسدة لمجهود الفلاحين وفق آليات دعم ومرافقة توفرها الدولة دوليا وفي المغرب يتصاعد الرفض الشعبي إزاء مخزن نظامه الأوحد هو لا نظام مخزن يدوس على الكرامة والإنسانية والحريات ويركض نحو التطبيع بأشكاله كل هذا لتحقيق إقلاع لكن نحو الأسفل تكتب إمام بوثلجة يتصعد سخط الشعبي إزاء نظام المخزن الذي عاجز عن حل المشاكل اليومية المنغصة لمعيشة المواطن المغربي وأمعن في الاعتداء على الحريات والهرول التطبيعية مع المكيان الصهيوني في حين يواصل رئيس حكومة المخزن تجاهله للرأي العام وللشعب المغربي الذي بلغ حد غيابه عن جلسة المسائلة الدورية في البرلمان مما وضع الشارع المغربي في حالة من الغضب والتدمر ووسط هذه الظروف إدانة واسعة للجريمة التطبيعية الجديدة واستنكار بأشد العبارات للاتفاق التطبيعي واعتبار الاتفاق مع مؤسسة الاحتلال الصهيوني تبرئة للاحتلال الصهيوني والمستوطنين من جرائم الإعدام والاغتيالات الميدانية المرتكبة في حق الفلسطينيين العزل على إثر المرافقة والتغطية الاحترافية التي أبانت عنها أسرة السحافة والإعلام بكافة فئاتها خلال تغطية إلعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران بكل دقة ومهنية تقدم وزير الاتصال محمد بسلماني بالشكر والعرفان للأسرة الإعلامية والصحافة الوطنية العامة والخاصة نظير إسهامها الفعال في إنجاح الحدث الرياضي وحرصها على إبراز الصورة الحقيقية للجزائر وما حققته من إنجازات في مختلف الميدين مسلماني أكد أن هذه الصحافة التي رفعت تحديات كبيرة ستسهم بكل جدارة في مرافقة وإنجاح القمة العربية المقبلة وفي الرياض الألان وفي ألعاب القوى عدى مساء اليوم المنتخب الوطني الجزائري بعد مشاركته في البطولة العالمية بمدينة يوغينب الولايات المتحدة الأمريكية محققا ميدالية فضية أحرزها العداء جمال سجادي أو جمال سجاتي في نهائي سباق 800 متر سمحت لجزائر بدخول الجدول العام للميداليات في حين حل زميله سليمان مولى في المركز الخامس في السباق نفسه تحصلنا على الميدالية الفضية بفضل مجهودة ذي قمنا بيانا ومدري بتاعي ونشكر المؤسسة العسكرية اللي يوقف معنا ونشكر الشيخ فريزيدو اللي يوقف معنا نرانا حاضرين بقوة نحن بطولة إفريقية صديق مولى سليمان والفضية والذهبية والفضية اللي كانت من ناصبي وناصب حتحات ياسين في الألعاب البحر الأضم المتوسط وها أنا برهنت في بطولة العالم وتحصلت على الميدالية الذهبية وميخفش عليكم بالتأهل إلى النهائي إنجاز مركز خامس لصديقي والحمد لله بقوة لهذا الاختصاص وإن شاء الله استحقاقت قادمة أفضل ونهدو الذهب إن شاء الله والحمد لله تحصلنا على ميدالية في البطولة العالمية بفضل جمال سجاتي نحن ندرنا الماكشموم بان شرف الجزائر أهلني إلى النهائي أنا وجمال سجاتي لتحصلت على المرتبة الخامسة هذا الشرف لي وشرف لي الجزائر إن شاء الله نكملوا هكذا إن شاء الله العام المقبل إن شاء الله في كينة بطولة عالمية في المجر إن شاء الله نشرف الجزائر لما لن تحصل على ميدالية إن شاء الله في أخبار التقس ومع الارتفاع المسجل في درجات الحرارة يكثف المختصون من حملات التحسيس والتوعية بمخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في المناطق الجنوبية العين من العام معامل العرج هذه الأيام موجة حر شديدة تجتاح مختلف مناطق الوطن خصوصا الجنوبية منها حيث فاقت الأربعين درجة مئوية هي فترة يسميها أجدادنا منذ القدم بالسمايم والمرتبطة بتقويم المناخي السنوي السمايم هذا يبدو ممكن يكون يبدو من الخميس هذا فيهم ربعين يوم عشرين يوم حامية وعشرين يوم كالية يدي منه الخريف أربعة أيام ونهار بارد والليل حامية كي تكتر سخانة الجو يتبدل هذه السخانة تخرج المطر يجب في التالي تتعود تبدأ المطر منها يبدأ لأخرية ففي هذه الفترة تتزايد احتمالية إصابة الإنسان بضربات الشمس فهنا من استعجالات مستشفى قادر محمد بن عامة يتم تسجيل حالات يوميا ضربة الشمس باختصار شديد أول عامل هو حرارة يتبع درجة حرارة إلى ما فوق الـ 40 درجة إلى حوى الـ 41 درجة الإشارة الثانية وهي الصدع شديد مصاحبة بالغثيان الغثيان تسالع ضربات القلب وتسالع في التنفس النصائح التي نقدمها للمرضى أو المواطنين هي أنهم يتجنبوا الخروج في دروة الحرارة والفئات التي تتضرر المتضررة بكثرة في هذه الفترة هم اللي نركزوا عليهم هم الأشخاص المسنين والأطفال بالدرجة الأولى هادو نصحهم باش يشربوا الماء بزا في كترهم من شرب الماء إلى خرج بره يدير يدير كاسكيطة ولا يدير ميضل ميضل إيفيتي باش تكون مباشرة هذه أشياءات الشمس تتضرب فيما يبقى مراعاة الشروط الوقائية والاتخاذ بالاحتياطات اللازمة لتفادي إصابات ضرابات الشمس أمر ضروري خلال هذه الأيام وما أجمل اللجوء إلى الغابة بحثا عن الجو اللطيف في هذا الحر الشديد غابة بورحمة بن عبد الملك رمضان بمستغنم وجهة تستحق الزيارة نوال سماعين فراغي بجمالها الساحر الأخاذ وطبيعتها الخلابة تأثر غابة بورحمة بن عبد الملك رمضان بمستغنم القلوب لتصبح هذه المدينة وجهة العائلات الباحثة عن الراحة والاستجمام من الولايات بسكرجي تناوليات مستغنم غابة سيدي رخذر كلوفيس شاب بزاف بلاسة عائلية نضيفها على مدينة من الولايات تشلف ورانا موالف نجول هنا وراك شوف يرا فيها عائلات ورانا على هذا الشي اللي رانا نجولها وفيها صدر سيكيريزي مقابل البحر نترفه ودراري كتشوف يقاع كل شي كال شابة وكشو على المود التحا واللوحة كاكيني شابة وزباق لي فيها كاكيني عجبنا فانكيني هكال ديكور كاكيني ديرين وشباب جينا من العين دفلاء نلغبتها مستغالي نتبردو كاكيني برودة جبنا دراني هنا يتمتعوا شوية نقلعوا شوية ذيكتر روح أنا من ولاية غليزان وادرهوا بالضبط رانا هنا في هذه غابة بور حماس إلى تخوزهم فولي نجي لها ما شاء الله رانا مع العائلة مع الأطفال هنا فرحوا أعجبهم الحال والحمد لله نعمة مرافق ضرورية وألعاب للأطفال أضف إلى هدوء ونظافة المكان كلها عوامل ساهمت في جذب زائرين من كل أنحاء البلاد عجبنا الهدو عجبنا في بلاسة فاميليا المكشديرونجمون فيها بلاسة شابة هايلا ما شاء الله نصحهم أنهم يجوا يزورها عجبنا الغابة بسكو فيها ألعاب ونقعدوا أنا وعائلتي مع بعض هي فرحها غابة استجمام غابة راحة باش العائلات تريحنا وجيبوا أولادهم يلعبوا لغير ذلك ومفرينهم مجموعة من الخدمات من بينها مأكولات خفيفة من بينها خيمة صحراوية يتقدم الشاي وبعض المكسارات هناك بعض الأكلات التقليدية من بينها مثلا المحاجب لغير ذلك هي مناظر للوحات طبيعية تفنن القائمون عليها في تصميمها والنتيجة كانت واحدة من أجمل الوجهات السياحية وهوات السياحة الحموية يبحثون عن حرارة المياه المعدنية لفوائدها الجمة وإلى بلدية الشارف بالجلفة يتجه أولا لما لها من منابع معدنية بخدمات علاجية تنافسية محمد شوقي بونيف مدينة الشارف بولاية الجلفة يتبادر إلى الأذهان مباشرة السياحة الحموية لتوفرها على مركبات سياحية وحمامات معدنية تقدم خدمات راقية جعل منها قبلة للباحثين عن الراحة والعلاج الطبيعي بمياه المعدنية منطقة الشارفة معروفة من قبل حمامات كانت معروفة بسياحة تعمل منطقة السياحية ومنطقة طبيعية وزاد اليوم دعمت بهذه المراكبات الحموية من بينها هذا نفقرة الشفاء الله يبرك نتخدم خدمات في المستوى والحمام الثاني في المستوى ما من المياه نتاعه طبية وفي المستوى جاءنا لهنا من أجل الشفاء والراح والاسترخاء بالنسبة للمنطقة هذا هو البحر التعلي أنا بحجة على العشرة التعليل ودمنقش من بيت الله يباك تخير وبرك نعمة على الجلفة خاصة الجلفة وخاصة عامة الوسط هذه الله يباك شفاء لكل داء خصائص المياه اللي عدنا اللي تستاخر بها الحمام بتاعنا يتوفر على الكولور والكبرية بالنسبة كبيرة من خصائص العلاج يعالج داء المفاصل روماتيزم الأمراض الجلدية بأنواعها خدمات فندقية بأسعار تنافسية لقضاء أوقات تجمع ما بين الراحة الاستجمام والعلاج بطرق جد حديثة وبطاقة استيعاب كبيرة الفندق يتسعى لأكثر من أربعين سرير عدنا البنغالو عدنا 20 البنغالو ثاني يتسعى إلى مئة واربعين فرد سرير وليبنغالو عدنا لفهم السيرفز الكوزين وكل الخدمات نزرنا الحمام الحموي هذا ومشاء الله يعني خدمات جيدة أو ترقى حتى لدرجة ممتازة في هذا اليوم الأول وما زلنا على حسب المعلومات التي نرى نرى بها ولاحظناها ما شاء الله الله يبارك في ولايتنا بالنسبة للمكسب ليس للبراهيم النووي والله بل للجميع فالسياحة الحموية ببلادنا عموما وبالأخص ببلدية الشارف بولاية الجلفة جعل منها الوجهة المفضلة للعائلات لقضاء عطلة الصيف في أحسن الظروف نظرا لما تكتنزه من مؤهلات طبيعية ومركبات حموية التي ستجعل منها قطبا سياحيا بامتياز وبحثا عن الاستجمام بشواطئ بيجاية انطلق من ولاية إليزي الفوج ثالث لأطفال المخيم الصيفي المتكون من مئتي طفل لقضاء عطلة الصيف في جو من الترفيه والاستطلاع محمد علي إغيبار ما يقارب المئتين طفلا تم نقلهم كدفعة ثالثة من ولاية إليزي إلى المخيم الصيفي بني كسيلا بولاية بيجاية على متن طائرتين لشركة الخطوط الجوية الجزائرية رانا رايحين في الطيارة بخير من اللي رايحين في الكار ورانا رايحين بيجا نستمتعوا نشكر المدير المخيم الصيفي وإن شاء الله نكونوا بخير نحن بزي دركاء نحن نصيف نشكر مديرية الشباب والرياضة على هذه المبادرة اللي داروها الأطفال الولاية والحمد لله ونجاتهم لوكازيو بشين بيعتوهم لمناطق الشمال الرحلة سخرت لها جميع الإمكانيات المادية والبشرية ضمانا لراحة الأبناء المصطفين انطلقت اليوم إن شاء الله بيعا إن شاء الله دفعة ثالثة للمخيم صيف لأبناء وليش إليزي حيث استفادت الولاية من حصة مقدرة بمئاتين طفل إضافة إلى خمسة المرافق المتوجهين إن شاء الله إلى وليش بجاية طفلنا جميع الإمكانيات خاصة بالنسبة لنقل أبناءنا من منازلهم إلى المطار وفي الأخير هذا الشيء يدل على الاهتمام الكبير للدولة الجزائرية خاصة لأبناء الجنوب مثل هذه الرحلات تعد فرصة الأبناء للاستمتاع بمياه البحر والتعرف على أقرانهم الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن وميزة الصيف في الشرق الجزائري صهارات روسيكادا حيث تكون لخروج العائلات نكهة خاصة نتابع مع محمد زمولي أجواء خاصة هي ميزة صهارات المدينة الساحلية الجميلة سكيكدا حيث تتوجه العائلات للصمر والضفر بلحظات من المتعة بميناء النزة لشاطئ سطورة ميناء مبكري نجيو هنا بعد دول البلاصات نجيو ونصار الصيف كامل نعقبوها هنا السكيكدا تعجبنا خاطرات عفامي وزيد قريبة قسمتنا بزيف ما مش بعيدة علينا فيها الأمن فيها النظام تقدر الدور مع العائلة كان أمور تقدمت بزيف كان أمور مليحة كان نشوف متل كان على سيكوريتي كان نشطت بزيف برنامج ثقافي خاص سطر للعائلات من خلال إحياء مهرجانات متنوعة عبر الشواطئ الكبرى التي تميز موسم الاستياف لسكيكدا من بين هذه النقاط فيها قافلة ثقافية متنوعة تاريخية تتضمن كل من ورشات كوينية خاصة بالأطفال معرض تاريخي إلى جانب المكتبة المتلقلة إلى جانب تنظيم سهرات فنية لشباب فنانين ولياية تسكيكدا بالنسبة للتوقعات لصائفة 2022 سوف تكون إن شاء الله عشر ملايين مصطاف بعد ثلاث سنوات رجعنا لهذا النشاط هذه الحيوية ركما تشوفوا اليوم جمهور كبير كبير أحضر نحن نفرح كفنانين طبعا نحن نفرح كفنانين لهذه الأجواء هذه التي تخصنا وطبعا حتى الجمهور المسكين نرى هو متحطش متحطش كثير لهذه الاحتفاليات سكيكدا الولاية المضيافة التي تستقبل العائلات من كل حذب وصوب تستقبلهم بالاحتفاء لتبقى إحدى أرواع القبلات السياحية بالجزائر ونختم مشاهدين بتقص الأجواء الفنية والجماهيرية التي يصنعها مهرجا تيمكاد دولي بعد غياب دم سنتين بسبب الجائحة الصحية وقبيل حفل الانطلاق نربط الاتصال مباشرة من باتنا حيث زميل زكريا تهمي زكريا ضعنا في المشهد الثقافي هناك طبعا بعد الأجواء البهيجة التي صنعها الاستعراض الفني البهيج بشوارع المدينة أمس وهو كذلك زميلتي مجدا إذن كما سبق وذكرتي أجواء بهيجة عاشها الجمهور الباسني أمس في الافتتاح الرمزي لمهرجان تيمكاد الذي غاب عن محبيه بسبب جائحة كورونا نتواجد الآن مباشرة من رقح ثمو قادي مع الافتتاح الرسمي لهذا المهرجان الذي أرده المنظمون أن يكون بقة متنوعة من كفة طبوع الجزائر الغالية إذن هذا الافتتاح الرسمي أقول سيتشرف وزيرة التقافة ووزيرة السياحة رفقة والي ولاية باسنة وسلطات المدنية بافتتاحه فيما يخص أقول برنامج هذا المهرجان هو برنامج تاري بالأسماء البارزة في الساحة الفنية ويضم كذلك مختلف طبوع الأغنية الجزائرية إذن جمهور مدينة باتنة وربما كل الجزائر على موعد طيلت خمسة أيام لحضور والإستمتاع بهذا المهرجان تفاصيل أخرى سنوفيكم بها في نشرتنا اللاحقة إن شاء الله دايما زهيا زكريا شكرا لك كنت معنا مباشرة من باتنا مشاهدينا بذا وصلنا إلى الختم بقي أن نذكر بالعناوية رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل وزير الدولة للموارد البترولية لدولة نيجيريا ووزير البترول والطاقة والطاقات المتجددة لجمهورية النيجر التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجزائر النيجر ونيجيريا لتجسيد مشروع حط الغاز العابر لسحار وخلال الاجتماع ثلاثي الأطراف تأكيد على الإرادة القوية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الإقليمي الهام والواعد في فترة وجيزة الفريق أولا سعيد شنغريح يوكد أن الجيش الوطني الشعبي يواصل العمل تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية على تأمين جميع أسباب النجاح للطاقات والكفاءات الناشئة ويبرز أن لا خوف على مستقبل الجزائر وهي تستمد قوتها من أبنائها خلال إشرافه على مراسم حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين النسيج الصناعي ببرج بورج بورريج يكسب رهانة تصدير خارج قطاع المحلوقات بفاتورة فاقت 6 ملايين دولار في 6 أشهر وفي النشرة أنموذج ناجح لصناعة مكابح السيارات من تيزيوسو وفي النشرة تابعنا سهرة روسيكادا الصيفية لمة عائلية بنكهة بحرية وإلى بجاية الساحلية يتهجه مئتي طفل من إليزي للترفيه والاستجمام والاستطلاق نهاية النشرة في أمانيك شكرا لكم سلام الله اشتركوا في القناة